اهلا و مرحبا بكم اليوم جبت لكم طريقة خبز هش و خفيف ريشة و بطعم المايوناز نبدأ و عبركت الله و ايش لازمنا يدخلنا في المقادر هذي اولا راح نحتاج كاس تاع الحليب كيلة تاع الحليب هذي نرافقها بكيلة تاع الماء و نصف كال زيت و مايوناز ملعقة كبيرة خميرة الخبز و ملعقة كبيرة خميرة الخبز و الفارينة و السكر نبدأ و كما قلنا على بركة الله نضرب كاس تاع الحليب كما قلنا كاس تاع الماء و نضرب ملعقة كبيرة الخبز و ملعقة كبيرة خبز و ملعقة كبيرة نضربوه هكذا كي يبهدو بالخميرة و نضربو المايوناز هنا نحن داخل ملاعق سوف نحرحرهم قليلا بالماء هذا مايونيز في البيت نضع البيضة والصفر نضيفه نضيف الخبز هنا نصف كالزيت كما قلنا نصف كالزيت يجيك مبسس اذا حبتيه نقص سبسوس اقل من نصف كالزيت هنا نبدأ نضيف الحطور فارينة وزيدنا هنا الخاميرات الحلويات لان الفارينة كل واحد الفارينة كفاء يعني انواع الفارينة ممكن تشرب ولكن القوام سوف يكون ماهوشه كما الكيك يعني سائل سائل وماهوشه حكم روحه يعني شوية كما هكذا ماينزلش من الملعقة ولكن صح ماتقدرش تعمليه دي بول ولا فمتوني هنا ملح نسيتون ونزيدون الملح ونزيدون نحرك تبقى نحرك هكذا بالفوية ندخلوا شوية لهوا فقط ونزيدون مهم هذا بلاعجن سريع يعني توجده في دقائق لا يوجد كسرة لا يوجد خبز دعناه ربع ساعة ندخل هنا نضيب البلاتي اللي كانت في الزبدة او زيت او تضعه في البابي كويسان وتفرغي هذه الخليط نرى الخليط القاوة كيف يكون لا تستطيع قمنا تحكمه بيدك كيف يكون لا يكون كما البغرير و لا يكون كما كما سفنش فهمتوني دركة وهنا نجيب شوية زيت يساعدني كي نبلاتي هذا الخبز اللي يحب وخشيني يعني ما يبلاتيه و اللي يحب ورقيق يبلاتيه حتى نجد البلات كامل هنا رح نبلاتيها نجد البلات كامل هو في دكت سوحي خفيف خفيف خفاف نجد البلات نجد صفر نضيفه قليل من ماء الزهر و نحركها مليح و نضيفها على الخبز قبل ما نضيفه نضيفها على الخبز و نضيفه مليح نضيفه الخبز لكي نضيفه و نضيفه و نضيفه لكي نضيفه فضيفه و نضيفه وتنضيفه حتى نشوفه كوربع ساعة ممكن و نضيفه هنا نبدأ نضيفه حرارة 200 درجة و نرى حمار كيما هكذا يجب أن نحمره مليح من تحديد إذا أريد أن نتحمره نضيفه من فوق هنا شعلته من فوق شوية فقط كما نخرجه من الكوشة وهو سخون كي طيبنا ندهنه بزيتونة هذه اختيار الكائن الذي لا يحب الزيتونة لا يدهن بالزيتونة لكن الزيتونة يعطي له طعم مليح مع الطعم المايوناز مع الخبز ندهنه بالزيت كما قلنا ندهنه بالزيت كما قلنا درجو أن يشربه مدام مسخون سوف يشربوا له هذا الزيت لا يبقى شيبان يبقى فيه ندهنه بالزيت كما قلنا ندهنه بالزيت كما تحبيه كما تحبيه ونصدقوني يجيكم ريشة خفيف 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 ريشة ندهنه بالزيت كما تحبيه ندهنه بالزيت كما تحبيه ندهنه بالزيت كما تحبيه ندهنه بالزيت كما تحبيه إلى اللقاء في وصفة أخرى